اتهمت صحيفة الأخبار اللبنانية المقربة من إيران وحزب الله الأردن بأنه يحرض على النظام ويعرقل عمل لجنة الاتصال العربية الخاصة بسوريا ويفتح مجاله الجوي أمام الطائرات الإسرائيلية لشن الغارات على سوريا مزيد من التفاصيل في سياقها التقرير بعد أن كان الأردن أحد أكبر المؤيدين لإعادة تأهيل الأسد عربيا ودوليا لكونه أحد الضحايا الرئيسيين لتجارة المخدرات وحبوب الكبتاجون ها هي اليوم صحيفة الأخبار اللبنانية المقربة من إيران وحزب الله تتهمه أي الأردن بأنه يحرض على النظام السوري ويعرقل عمل لجنة الاتصال العربية الخاصة بسوريا التي تم تشكيلها في السابع من أيار من العام الماضي تقول صحيفة الأخبار اللبنانية أن وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي يسعى لعرقلة عمل اللجنة ويشن حملة دبلوماسية لتشويه موقف النظام السوري مشيرا إلى أنه رغم حلاوة لسان المسؤولين الأردنيين للنظام السوري وزيارات الصفدي المتكررة إلى دمشق يلعب الأردن اليوم دورا بارزا في التشويش على الانفتاح العربي وبعض الغرب على دمشق بذرائع شتى ولم تكتفي الصحيفة بذلك بل ذهبت إلى أبعد من ذلك وقالت إن الحملات الإعلامية الأردنية حاولت تقويد دور لجنة الاتصال العربية منذ تشكيلها وإن عمان كانت وراء تأجيل اجتماع لجنة الاتصال العربية في بغداد فالأردن الذي يواجه منذ أكثر من عام محاولات تهريب مخدرات عالية الوتيرة لا تتوقف من الأراضي السورية تتخللها اشتباكات في بعض الأحيان تتهمه الصحيفة بأن الأجهزة الأمنية والعسكرية الأردنية وبعض رجال العشائر متورطون في ملف تهريب المخدرات الأردن عول على تطبيع العلاقات مع النظام السوري في تحقيق مكاسب أمنية تمثلت في إبعاد الأسد عن المحور الإيراني وانضمامه للدول العربية واليوم يجد نفسه وحيدا في مواجهة التوسع الإيراني دون أي اتفاقيات تضمن أمن حدوده حول هذا الموضوع رحب مجددا بضيفي في الاستوديو الكاتب والمحلل السياسي عمر كوش أيضا أرحب دكتور بسام العموش الأكاديمي والمحلل السياسي ووزير سابق معنا مباشرة من عمان مرحبا بكما سأبدأ معك سيد عمر حول ما تداولته صحيفة الأخبار اللبنانية الصحيفة تهمت الأجهزة الأمنية والعسكرية الأردنية وبعض رجال العشائر بالتورط في ملف تهريب المخدرات هل هي بمثابة محاولة لتبرئة النظام من هذا الملف تحديدا؟ يعني الحقيقة جريدة الأخبار معروفة طبعا هي تنطق باسم حزب الله وبالتالي تنطق باسم المحور الإيراني الحقيقة وليس مستغربا أنها بين الفينة والأخرى طبعا تقوم بجزء من حملات بروبوغاندا من أجل طبعا ضرب هذا الطرف أو ذاك وخاصة لاحظنا أن هناك تركيز على الأردن منذ أن طبعا تقريبا أكثر من سنتين وخاصة عندما قامت الميليشيات العراقية باستهداف القاعدة العسكرية الأمريكية في داخل الأردن بمعنى أن تريد طبعا إيران أن تجر الأردن إلى معارك جانبية هذا من جهة فضلا عن حرب المخدرات طبعا التي يشتكي منها الأردن منذ سنوات والتي طبعا كل التقارير الدولية الحقيقة وتقارير المنظمات تقول أن من يشرف ومن يقوم بتصنيع المخدرات في سوريا هي الفرقة الرابعة معروفة بقيادة طبعا ماهر الأسد وأيضا الميليشيات الإيرانية وميليشيات حزب الله لها باع طويل في التصنيع وفي التهريب سواء عن طريق الحدود الأردنية وصولا إلى خليج أو عن طريق لبنان أو عن طريق البحر وبالتالي هذا لا يتعدى إلا فقط عبارة عن حملة موجهة ضد الأردن وهذا ما أود قراءته مع الدكتور بسام العموش مجددا أرحب بك دكتور بسام هذا الهجوم ضد الأردن كيف يمكن قراءته من قبل الصحيفة اللبنانية الصحيفة اللبنانية اتهمت وزير الخارجية الأردني بعرقلت مسار لجنة الاتصال العربي الخاصة بسوريا ما المقصود بذلك نعم دكتور بسام تسمعوني يبدو أن هناك مشكلة في الصوت سنعود الاتصال بك أعود إليك سيد عمر برأيك هذا الهجوم على الأردن من قبل هذه الصحيفة في هذا الوقت تحديدا ما المراد منه يعني هو الحقيقة اليوم طبعا هناك وضع إقليمي متوتر ودولي أيضا متوتر لاحظنا منذ طبعا عملية الطوفان الأقصى والحرب التي تخوضها حرب الإبادة الحقيقة التي تخوضها إسرائيل ضد قطاع غزة وأيضا الاشتباكات والمناوشات التي يقوم بها حزب الله على الجبهة اللبنانية الإسرائيلية كل ذلك طبعا هذا يعني أن الوضع تريد إيران ويريد المحور الإيراني أن لا يبقى محصورا ببعض الدول وإنما يجب أن تحصل اختراقات يبدو أن الدكتور بسام لعموش يعود إلينا مجددا دكتور بسام تسمعوني؟ ما سبب هذا الاتهام من قبل الصحيفة اللبنانية للأردن صحيفة الأخبار اللبنانية تهمت وزير الخارجية الأردني بعرقلة لجنة الاتصال العربية المتعلقة بسوريا يعني أولا إحنا كعلاقة دولة أردنية بالدولة اللبنانية علاقة مميزة وحتى بالشعب اللبناني لكن هذه الصحيفة هي مقربة من جماعة إيران وبالتالي هي تحاول أن تدخل عزف نشاز على المشهد المشهد دماء فلسطينية ودماء لبنانية ثم نبدأ في طعن بعضنا البعض يعني إذا كانوا يتحدثوا عن وجود قواعد فالقواعد موجودة في كل مكان موجودة في بريطانيا، موجودة في إيطاليا، موجودة في تركيا، موجودة في سوريا قاعدة اللاذقية، موجودة في قطر كل الدول فيها قواعد عسكرية الأردن له ميزة أنه دولة يعني تؤمن بالوحدة العربية الأردن هو الذي أعاد سوريا إلى الحضن العربي الأردن هو الذي لم يتآمر على سوريا الجيش السوري، الجيش النظام طبعا أتكلم هو الذي دخل إلى مدينة إربد في قبل خمسين سنة نحن لا نتآمر على سوريا، بالعكس نتمنى لسوريا الشفاء مما هي فيه، لكن هذه مشكلة سوريا داخلية أما أن إيران تستخدم الأرض السورية ثم تقول أن الأردن هو الذي يتآمر على سوريا فهذا غير صحيح، والدولة السورية تعرف ذلك إيران هي التي تجعل الناطق باسم لبنان حسن نصر الله وليس الدولة اللبنانية إيران جعلت الحوثي ناطق باسم الدولة اليمنية حيثما دخلت إيران هناك مشكلة وأحنا نسمع عن البطولات عبر الإعلام وعبر الصواريخ الفتاشية التي لم تقتل ولا صهيوني، بينما يستشهد فلسطينيون ويستشهد لبنانيون فأحنا لا نريد أن نستمر في الخديعة وليس من مصلحتنا بالذات في هذا الوقت حتى لو كنا مختلفين أن يتناول بعضنا بعضا فهذه الصحيفة كلامها مشبوه ومردود طيب دكتور باسم في المحور الأول تحدثنا عن خطاب الأسد ضد تركيا وعلى ما يبدو تكون بدفع إيراني هذه التصريحات التي خرجت من الأسد ولكن اليوم هجوم إيران على الأردن بسبب ملف لجنة الاتصال العربي المتعلق بسوريا ما المراد منه برأيك؟ يعني إذا إيران حريصة الوحدة العربية ترى تتصالح أولا مع شعبها إيران هي التي تثير في البحرين بين السن والشيعي إيران التي أثرت العراقيين على بعضهم البعض إيران جزء من الدول المحتلة لسوريا سوريا محتلة من قبل الأمريكان والروس والإيرانيين والأتراك أنا أدعو تركيا أيضا إلى أن تغادر ولكن تركيا عندها مبررة أنه في حزب قاعد بقاتلها من الأرض السورية على أي حال أنا أدعو إلى استقلال سوريا بكل معنى الكلمة من كل القوات وأولها إيران لأنه إيران هي التي تتصرف الآن في الجنوب السوري ضد الأردن يعني ما هذه الدولة الإسلامية التي تعيش على تهريب المخدرات؟ ماذا يريدون من جعل المخدرات بين شباب الأردن حتى يضعفوا؟ هذا يلتقي مع الإرادة الصهيونية بأن تكون الأردن بلد ضعيفة ومستباحة يضغط علينا اقتصادية من البنك الدولي ويضغط علينا عسكرية من قبل الأمريكان ويضغط علينا من الإسلامية الدولة الإسلامية بتهريب المخدرات هذا عزف نشاز شيء غير مفهوم إلا أنه جزء من التآمر الثلاثي الصهيوني الملالي الغربي هذا الثلاث هو الذي يعادي أمتنا ويعادي سوريا ويعادي العراق ويعادي كل البلدان نحن في الأردن لأننا واعون لما يمكن أن تعنيه دخول إيران إلى بلدنا أو أزلام إيران إلى بلدنا فلهذا أخذنا الدرس السوري وأخذنا الدرس اللبناني واليمني والعراقي ولن نسمح بأن يدخل هؤلاء إلى بلدنا مع أننا نحن مع المقاومة ومع خروج ومع إنهاء دولة الصهاينة من المنطقة كلها طيب اليوم ما هي خيارات الأردن للتعامل مع النظام يعني بعد فشل لجنة الاتصال العربية المتعلقة بسوريا وعدم تحقيقها أي تقدم ملحوظ أنا يعني خليني أقول بذكر الأردن كان هو الدولة التي دعت إلى يعني خليني أبدأ من عند مصر حتى يعني مصر لما بعد كام ديفيد العرب قاطعها الأردن كان هو مبادر بعادة مصر إلى الحضن العربي سوريا لما قاطعها الناس الأردن بذل جهد كبير جدا حتى يتم إرجاع سوريا وتم إرجاعها وحضر الرئيس الأسد إلى القمة العربية فالأردن بلد طبيعته وحدوي يكفي أن أقول أن أول رئيس وزراء أردني هو لبناني نحن ما عندنا هذه التفرقة فهذا الطعن في الأردن يعني لا يريد صمود هذا البلد هذا البلد صامد بوعي أهله وبدقة قراراته مع أننا نحن كشعب أنا لا أتكلم باسم الدولة أنا واحد من المواطنين نحن لنا لاحظات على سياستنا في الحكومة ولكن لما أنا أنظر إلى العدو الأكبر لأن أتناسى خلافاتنا وأنا أدعو الصف العربي إلى الوحدة الصف ولكن ماذا أفعل وقد تصهينا بعض العرب نحن في الأردن نحن أكثر دولة فيها شعب فلسطيني ونحن دولة لا شهداء في فلسطين ودولة أول دولة متأثرة وأنا أعتقد أن حتى ما يجري في غزة ليس المقصود غزة وإنما المقصود الضفة الغربية والقدس وإذا فاز هذا ترامب ربما يفرض علينا شيء فالأردن بلد مهدد فهل مع التهديد الغربي يتناغم التهديد الإيراني والتهديد الصهيوني هذا الثلاثي هذا هو الذي يهدد الأردن فإذا في دولة حريصة على الوحدة العربية وعلى صمودنا يجب أن تدعمنا وإلا أن تطعمنا في الخلف أما موضوعه في قواعد كما قلت القواعد موجودة في كل مكان ومن أراد أن يتحدث عن استقلال كامل فليحدثني عن نفسه يحدثون عن استقلال سوريا لفيها أربع جيوش أجنبية ويحدثون عن كل دولة عربية ماذا فيها من قواعد ويحدثون عن قاعدتان في تركيا وفي إيطاليا وفي ألمانيا وفي كل البلدان في كل البلدان واليوم حتى القواعد ليسوا بحاجة لها كثيرا لأن البوارد والبواخر تحتل البحار ويستطيعوا من خلال أي بحر أن يقوموا بعمل ما يريدون شكرا جزيلا لك دكتور بسام لعموش الأكاديمي والمحلل السياسي ووزير سابق كنت معنا من عمان أيضا الشكر لضيفي في الاستوديو عمر الكوش الكاتب والمحلل السياسي شكرا جزيلا لكم مشاهدنا إلى محورنا الأخير ابقوا معنا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة